هنا وطأت جميع الرحلات العابرة إلى بلاد الشام عبر الزمن هذه هي قلعة راوى غربي الأنبار موقع ساحر يلتف الفورات حوله كأنه إحدى جزر سندباد في حكايات ألف ليلة وليلة بقيت هذه الجزيرة منتجعا لعوائل الحكومات المتعاقبة منذ العهد العثماني حتى عام 2003 لكنها تدمرت وبقيت أطلالا وجدوا عنخل خاوية تنتظر من يعيد لها الحياة نشوف أنها محروقة ويرد لها ترتيب أكثر فانطالب نجهز الحكومية بترتيبها وتكون شيء مظهر للمدينة والقضاء لو غير دولة أو غير منطقة تكون منتجع سياحي لأن تكون على ثلاثة جهات من المي وهس جاهزون نازل المي لو صاعد يكون أفضل يعني يكون شيء حلو مرتب تتقسم بلدية راوى مع دائرة الآثار هذه الجزيرة حيث تحركت إدارة القضاء مؤخرا لإدرج القلعة ضمن مشاريع إعادة الإعمار بتكلفة تصل إلى أكثر من مليار دينار بعد رفع الألغام التي زرعها داعش فيها كانت من أولويات قوائمنا على إعادة التأهيل فرفعنا تأهيلها إلى صندوق الإعمار بمبلغ مليار وأربعمائة مليون إن شاء الله الترتيب سيكون على شكل حديث وتأهيل جديد جداً مع إضافة بعض الملاحق لكن مع الاحتفاظ بصيغة الأثرية القديمة حتى لا تخرج عن إضافة الأثر أكثر من خمسة دونمات هي مساحة هذا الموقع والذي سيشهد تأهيلاً وإعماراً جديداً يشمل إقامة شالهات وكورنيش يضفيان عليه طابعاً جمالياً يجذب السياح نبيل عزاميو تيفي الأنبار